يا عظم انتصارنا بالذي احبنا وارفع ايدك كده اعلن ان انتصارك عظيم على الشر انتصارك عظيم على ابليس انتصارك عظيم على الخطيئة انتصارك عظيم على المرض انتصارك عظيم على الخوف على الهم انتصارك عظيم لو بتتحارب بالحزن فيه ارواح حزن بتضغط عليك انتصارك باسم الرب يسوع يكون انتصارا عظيما يا عظم انتصارنا بالذي احبنا ادو الماجد للرب يحاربونك ولا يقدرون عليك لو في حرب عليك على صحتك على نفسيتك حرب على حياتك العائلية حرب في دائرة العمل في الدائرة المالية لو في حرب عليك استقبل هذه الكلمات يعظم انتصارك بالذي احبك يحاربونك ولا يقدرون عليك استقبل هذه الكلمات كل آلة صورت اتعملت لإيذائك صورت لا تنجح استقبل في داخلك انه بالرب يسوع يعظم انتصارك وقد الماجد للرب مرة كمان وبنعلن ايماننا اننا محميين بالدم الكريم ارفع ايدك كده اعلنك محمي محمي من الإيذاء الشيطاني محمي ولن تخرج خارج مشيئة الرب إبليس عايز تطلعك برا مشيئة الرب إبليس عايزك تفشل إبليس عايزك تضطرب تنزعك اعلن ايمانك بالحماية بسبب ايمانك بالدم السمين وكل آلة صورت ضدك لا تنجح ارفع ايدك اعلنك تؤمن بالدم تؤمن ان خطاياك اتغفرت بالدم تؤمن انك اتبررت بالدم تؤمن ان لك حياة أبدية بالدم تؤمن ان بسبب ايمانك بالدم السماء مسؤول عن حمايتك وترس الملائكة لتحفظك في كل طرقك ارفع ايدك كده اعلنك تؤمن بالدم مفيش لعنات تأتي إليك لا لعنات عائلية تأتي إليك لا لعنات وراصية تأتي إليك لا لعنات بسبب سحر تأتي إليك لا لعنات بسبب حسد تأتي إليك لعنات كانت موجودة في الأباء والأجداد لا تقترب إليك لا تدن ضربة من خيمتك اعلن إيمانك انك محمي بدم الرب يسوع الكريم وإد الماجد للرب لا واهتف كده وانتعش باسم الرب يسوع نفرح بالرب ونعبر عن فرحنا بالرب بأن نهتف بكل القلب زي ما بيقول المزمور ماذا يقول المزمور قلبي ولحمي قلبي ولحمي بكل كياني هاتف هاتف للرب فرحان بالرب فرحان بعمل الرب معايا فرحان بتدخل الرب في كل أموري فرحان بأن الرب ممسك بيميني فرحان لأن الرب يحفظني من كل شر فرحان لأن الرب يكمل عدد أيامي فرحان لأن الرب يجدد كالنسر شبابي فرحان بحضور الرب في هذا الاجتماع عبر عن فرحك بالرب بالهتاف وإيتف وقول هاللويا هاللويا ابعد الأرواح الشريرة عن دوائرك المختلفة عن الدائرة العائلية عن بيتك عن أولادك ابعد الأرواح الشريرة بهتافك للرب هتاف الملك مرعب لقوة الظلمة يشدد الأرواح الشريرة بعيداً عنها ارفع عيدك اعلن أرواح المرض تبتعد أرواح الخصام تبتعد أرواح الغي تبتعد أرواح الضعف تبتعد اعلن إيمانك معي معي أرواح الانقسام تبتعد أرواح الكزم تبتعد أرواح النجاسة تبتعد أرواح العرافة تبتعد إيتف الهتاف اللي يبعد هذه الأرواح الشريرة أنه هتاف لملك الملوك رب الأرباب إيتف بكل كيانة قول هاللويا تبتعد الأرواح الشريرة وتتشدد بعيداً عنها إيتف قول هاللويا هاللويا يا عظم انتصالنا بالذي أحبنا وارفع إيدك كده أعلن أن الرب أي حاجة نجح إبليس أن ياخدها منك سلامك تمأنينتك هدوءك تركيزك أي عمر استطاع إبليس لسبب أو لآخر حياة القداسة اتسلبت منك ارفع إيدك أعلن أن الرب يارد المسلوب بمجد أن الرب يارد المسلوب بمجد وإد المجد للرب نعم من مثلنا شعب منصور بالرب الرب يجدد كالنسر شبابك والرب يحفظ معنوياتك مرتفعة ويحفظك في مشيئته شخص فرحان شخص سعيد شخص ناجح وكل ما تصنعه ترى إيد الرب بتعيده فيكون نجاحك فيه نجاح لمجد الرب نجاح غير عادي إد المجد للرب وإعلن إيمانك أن الرب يتكلمك إعلن إيمانك أن الرب سيحفظك في مشيئته ما تخافش من اللي جاي الرب ضع من بكرة وأحيانا تبقى مش فاهم ليه بيحصل معاك كده فإجابة الرب واضحة في الوقت المناسب سوف تفهم زي ما قال بطرس لست تفهم ما أنا فعله الآن لكنك ستفهم فيما بعد في الوقت الإلهي الأنسب يا رب نشكرك ونباركك ونعظمك ولتشجيعك أقرأ من أشعياء أربعين وآية رقم 11 كلمات عن الرب كراع يرعى قطيعه ويقول لنفسك كده أنا من قطيع الرب الرب بيرعاني الرب بيهتم بي الرب بيسدد احتياجاتي الرب بيحفظني الرب بيحميني كراع يرعى قطيعه بزراعه يجمع الحملان يعني لو أنت صغير في الإيمان ما تقدرش الشابة نفسك بخروف تقول لأ شابة نفسي بخروف صغير حمل سخن الرب بياخدك لي بيحفظك من العالم من غراءات العالم بيحفظك من الهم اللي في العالم من الخوف من التقلبات التي تحدث في العالم سلامك أنك تبه مع الرب أي أن كان ما يحدث سلامك أنك تبه منتصق بالرب كراع يرعى قطيعه بزراعه يجمع الحملان ويحملها في حذنه وفي حذنه يحملها والحذن يتكلم دائما عن العاطفة عن الحب يعني الرب بيحيط بيك بحبه تشعر أنك أنت محبوب جدا وتقول أنا لحبيبي وحبيبي لي ولو كنت بتخدم فالجزء الأخير من الآية ويقول المردعات ناس اللي بتدي الغراء تدي أطفال تدي شباب تدي عمل فردي تعلن إيمانها أن الرب يقودها وإذا يقودك الرب تبقى واسق أنه يقودك بحكمة غير عادية لصمر غير عادي وندي المجد للرب هاللويا هاللويا قوله هاللويا اتف بفرح قول هاللويا الرب يضمن سلامتي الرب يضمن نجاحي الرب يضمن مستقبلي أحد ألقاب الرب هو الضامن ضامن تمتعي بامتيازات العهد الجديد مكتوب عنه ضامن العهد الأفضل وأعود معكم إلى وأقول أعود لأني كتير بشاور على هذا الأصحاح أعود معكم إلى يشوع الأصحاح السادس اللي فيه الآية هتف الشعب وضربوا الأبواق واللي فيه الكلمة العظيمة أن يشوع قال للشعب اهتفوا لأن الرب قد أعطاكم المدينة آمن أن الرب الحاجة اللي أنت عايز تمتلكها والرب بيقول لك عليها لكن مش في إيدك آمن أن الرب يعطيك ما قاله لك ما وعدك به اهتفوا لأن الرب قد أعطاكم المدينة آية رقم 16 وآية 20 وكان حين سمع الشعب صوت البوق أن الشعب هتف هتافا عظيما فسقط الصور في مكانه هتفنا هتاف عظيم للرب هتفنا بالقلب قلبي ولحمي يهتفاد بكل الكيان غمض عينك بس أعلن مرة كمان أن أي صور أقامه إبليس في دائرة الخدمة بتاعتك في دائرة العائلية بينك وبين زوجتك أو بين الأولاد أي صور أشكر الرب أن الصور لن يستمر سقط الصور في مكانه بإسم الرب يسوع إيماننا يرتفع أن الأسوار التي يحاول إبليس أن يقيمها لن ينجح في إقامتها ويبع عندي إيمان أن الأسوار التي بنت بناها إبليس بسبب أنا مسؤول في خطايا استمرت فيها لسبب أو لآخر لا تبحث عن السبب لكن اعلن إيمانك أن زي ما قال الرب للشعب أيام ملاخي النبي هم يبنون وأنا أهدم وانت مواما دعينا كده أشكر الرب لأن الصور لن يستمر الصور سوف يسقط بكل تأكير لأن ليس صدفة أنا كنت بتسمع هذه الكلمات الرب يشجعك الرب عايز يرفع إيمانك ولو شايف لا أنا إيماني مش قادر بقى يعني كل شوية بضعف وكل شوية نفس اللي كان بيتعبني بيتعبني لو إبليس عايز يضعف معنوياتك وعايز يقلل إيمانك أنت تقول زي ما التلابيس قاله للرب زيد إيماننا يا رب نشكرك أشكر رب معي لأنه يزيد إيماننا أن كل ما بناه إبليس يهدمه الرب بحسب كلمات سفر ملاخي الكلمات العظيمة هم يمنون وأنا أهدم ولو إبليس كان نجح في أنه يبني جواك شك شك يقع كان إبليس نجح أن يبني جواك مرارة من الظروف وتعب وإحساس بالفشل وصغل النفس وظلم إحساس أن أنا بظلم وإحساس أن أنا مش ناجح فكان إبليس نجح في أن يبني ده جواك بإسم الرب يسوع يهدم بقوة الروح القدس ياتي الروح كريح عاصف والريح العاصف قادرة أن تدمر اللي بناء إبليس الروح القدس كريح عاصف يضمره إتمليه إتمليه خوف إتمليه حم إتمليه حزن إتمليه إعياء واحد نجح نجح أن يخليك تشعر ما وقعت في نفسيس في تفكيرك في ظروفك ارفع ايدك كده اعلن ثقتك بكلمات ملاخي هم يبنون وأنا وأنا أهدم يا رب أشكرك من أجل هدم كل قيود أو حصون في دائرة النجاسة في الدائرة العاطفية الغلط في دائرة العلاقات أنت تهدم أشكرك وباركك وأعزمك وأرى لكم تذكرت الآن آية من سفر المزامير وقل له يا رب أشكرك لأنك أنت قادر أن تهدم كل ما بناه إبليس ويأرى لك الآية العظيمة دي لولا الرب الذي كان لنا ليقول إسرائيل ليقول الشعب لولا الرب الذي كان لنا عندما قام الناس علينا يبقى أحيانا يبقى فيه قوة شريرة ضخمة عايزة تأذيك إذن لابتلعونا أحياء عند احتماء غضبهم علينا إذن لجرفتنا المياه لعبر السيل على أنفسنا إذن لعبرت على أنفسنا المياه الطامية فيه نشاط شيطاني ضخم بيحرك الناس للإذاء الإذاء جاي زي سيل لا يقاوم زي مياه فيضان محدش قادر يقاوم إنها تغمر الأرض وتبوز الزر لكن آية ستة بقى مبارك الرب ويرفع عيدك كده أعرنك أنت من هؤلاء الذين يباركون الرب ليه مش بس لأنه حادم ما بناه العدو ولكن ما يريد العدو أن يفعله لم يتركنا الرب غنيمة مبارك الرب الذي لم يسلمنا فريسة لأسنانهم قد المجد للرب دي كلمات حقيقية ليقل يقول لك ليقل يعني لديم تقول أني رغم حدث حدث وحدث 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 زي ما قال حباقوخ لكن العدو ما قدرش يخوفني العدو ما قدرش يضعف معنوياتي مع أني في كذا وكذا لكن أنا أفرح بالرب وأبتأك بإله خلاصي العدو دائما 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 مأم عمل من ظروف من ضغوط من أمور محيرة مأم عمل طالما أنا عيني على الرب طالما أنا متمسك بالرب أقول زي ما قال هنا ليقل الشعب لو للرب الذي كان لنا إذن لأبتلعون أحياء عند احتماء غضبهم علينا إذن لجرفتنا المياه إذن لعبرت على أنفسنا المياه الطامية وبعدين يقول مبارك الرب الذي لم يسلمنا فريسا لأسنانهم هاللويا وبعدين الآية العظيمة سبعة انفلتت أنفسنا يعني تحط قيت خلاص وقعت في الفخر وقعت في الشبكة الشريرة تورط دخلت في حاجات لكن انفلتت أنفسنا مثل العصفور من فخ الصيادين طب العصفور الضعيف ده طلع من الفخ بتاع الصيادين دي ازاي ده عصفور ضعيف ودول صيادين أقوياء بالمنطق العصفور ينهزم ويدمر لأن أعداء أقوياء صيادين عندهم أسلحة وعندهم شباك وعندهم فيخاخ لكن لا ولك ده الفخ انكسر من الذي كسر الفخ العصفور لا لكسر الفخ من أحب العصفور الكسر اللي بيكسر الفخ اللي بيحبك اللي مات عشانك اللي حمل على الصليف خطيات اللي شال لعنتك وهو يصل اللي سفك دمه تطهيرا لخطيات مش انت اللي تكسر الفخ لا تستطيع أن تغلب الصيادين ولكن هو يستطيع أن ينقذك مبارك كون الرب رغم أن احنا بقينا في الشبكة خلاص الفخ انكسر ونحن انفلتنا وغمض عينا كده مع كلمات هذا المزمور وأشكر الرب أن كل ما فعلوا إبليس لضايقة لكي تتضايق دفخ عشان تعيش متدايق الفخ انكسر خلاص و عظم الرب والمبارك الرب الذي لم يجعلنا لم يسلمنا فريسة للعدو أرجع لسفر يشوع الأصحاح السادس وبكل تأكيد الرب أبعيت لك رسالة بكل تأكيد سواء كنت في الاجتماع أو تتابع الاجتماع عبر الإنترنت نحن نؤمن بعمل الروح القدس وتستمع إلى كلمة نبوية ما معنى كلمة نبوية يعني مليانة رسائل حقيقية من عرش النعمة جيالك حالا وانت بتسمع يا رب نشكرك لأنك تقود الكلمة تقود العزة علشان تبقى مليانة رسائل كلمات نبوية كثيرة ويشوع ستة أمر يشوع الشعب قائلا لا تخرج من أفواهكم كلمة لا تخرج من أفواهكم كلمة ده آية رقم عشر جزء من الآية لا تسمعوا صوتكم ولا تخرج من أفواهكم كلمة حتى يوم أقول لكم اهتفوا فتهتفون أمر يشوع الشعب الشعب مدعو أنه يلف حوالين الأسوار عشان تقع وظل يدور سبعة أيام وفي المرة وفي اليوم السابع ألف كمان في نفس اليوم سبعة مرات والشعب لا يتكلم يعني الشعب ماشي كده حوالين الصور مش بيتكلم ليه لماذا دي دعوة أني دعوة للشعب أن يركز إحنا عايزين الصور ده يقع لازم أبا مركز مع الرب مش هتكلم مع الجنبي اللي ماشي جنبي ونحكي لا إحنا في وقت تركيز وعشان وعشان نركز وعشان ما تشتتوش لأن الشيطان عايز يشتتك وعايز مخك يبقى مش مركز في أمورك حتى في أمور العمل بتاعتك تبقى مش مركز بتتشتت الدعوة هنا للشعب اللي بيلف حوالين أسوار أريحة بإيمان أن الأسوار هتقع وأنها يدخل المدينة الدعوة أنه ما يتكلم دعوة لكي يركز و أنت بتحب يسوع ما دعو أن تركز في أمور الرب عايزك تعملها يعني يركز مخريش حاجة تشتتك الرب حاطط على قلبك أنك تدرس في الكتاب المقدس كمثال تدرس في تركز ولا تسمح بأنك تطلع برا تركيزك الرب دعيك أن تخدم نفس معينة تركز و بشجعك حط إيدك كده على راسك قولي يا رب تحكم في تفكيري لأنني مش عايز أبقى مشتد عايز أبقى زي دول في حدف مركز عليه مش مركز في هدف في حياتي عايز امتلئ بالروح وقدس عايز أتعمد بالروح عايز قوة من الأعالي طيب شفت المية وعشرين عملوا ركزوا قعدوا في العلية ما يخدموش تركيز على الإيمان بيصلوا بإيمان إلى أن أتى الوعد رب هلون بعد أيام مش كتير تلبسونا قوة من الأعالي لكن درهم كان الانتظار بتركيز واحد يبقى بركز عايز امتلي بالروح يبقى ركز ركز في تقرأ آيات عن الروح وقدس تقرأ كتب عن الروح وقدس تطلب من الرب أنه يزيل ما يمنع امتلاقك بالروح وقدس مركز مش بتسمح بحاجات أنها تشتتك عن الهدف اللي الرب حطه قدامك باسم الرب يسوع رب مكلفك بخدمة تقوم بها ده الدرس الهام جدا هو درس التركيز وعدم السماح للعدو أن يشتت أفكاري أو أن يضيع وقتي الذي ما ببركز أنا جاي الاجتماع مثلا جاي الاجتماع وجاي معايا ناس تيجي الاجتماع ببركز أن أنا أصلي من أجلهم طول الأسبوع عشان لم ييجوا الاجتماع يتلمسوا عشان يتغيروا عشان يتولد الولادة التانية ودائما الشيطان هيبعات لك حاجات عشان تاخد قلبك وتاخد تفكيرك وانت انتبه شوف يشوع حكيم بيطلب من الناس اللي رايح هتهد الصهور إنها متتكلمش عشان ما تدخلش بقى في حوالات وحديث بدل ما يركزوا على وعود الرب وكلمات الرب الإبراهيم كلمات الرب الإسحاق كلمات الرب يعقوب عن امتلاك أريح عن امتلاك هذه الأرض بدل ما يركزوا على الحاجات دي يضيعوا طاقتهم هم بيلفوا كده في ايه بيضيع طاقتهم في الكلام ممكن واحد جاي الاجتماع بدل ما يدخل الاجتماع علشان يركز وياخد شيطان بعطلوا واحد يحكي له مشكلة كذا ومن غير ما يحس تشتت وضعت فرصة يكلمه الرب خلالها أو يلمسه يعني تومة لما غاب ما كانش معه التلاميذ فقط فرصة فرصة عظيمة ربي أتى والأبواب مغلقا وقالهم كلمات بس غاب كن لازم يبقى عندك تركيز انت مش جاي اجتماع الروحي تعود يبقى مش تاخد حاجة تجاي اجتماع علشان الرب يقول لك كلام عايز تستقبله فلان تبقى منتبق ان ابليس عايز ما تركس وتحترس منك انت جاي تاخد من الرب مش جاي تكلم ناس ولا تساعد ناس ولا انت جاي ده وقت الرب يكلمك فيه ده وقت الرب يحط ايده على امور معينة تحتاج ان تصلي من اجلها لكي تتغير فيها احذر ان يشتتك ابليس وان يفقدك التركيز باسم الرب يسوع لا تخرج من افواهكم كريمة لكل شخص بيجي الاجتماع ودايما يتعطل ودايما يبجي الاجتماع عشان يحضر جز يلايه نفسه حضر في الاخر فتات يتذكر هذه الآية خذها لي ده مش وقت اتكلم ده وقت اسمع ده وقت اركز في السمع ده وقت اشوف الرب واسمع كلمة الرب والرب يلمسني لا تخرج من افواهكم كريمة رسالة اليوم الرب عايزك تركز وما تبقاش مشتت باسم الرب يسوع ايه هتفقد الصوم ايه الصوم بيخلي الشخص مركز صايم النهار ده فهم مركز بقى ما صايم ليه صايم لانه صايم من اجل امر معين فالصوم يعطيه ان يكون في تركيز واحد صايم وطول اليوم افكار مبعصرة هنا وهنا و ده مش صوم صوم يعني انت بكيانك كله مركز وتفهم تفهم امر يشوع للشعب الضخم اللي هيسقط الاسوار لا تخرج من افواهكم كلمة ارى كمان من سفر صموئيل الاول دعوة ان كل ما يشتتنا يقع واحيانا الناس ما بتكبرش مع الرب لانها بتخدم تقول اه ممكن واحد بيخدم ما يكبرش مع الرب على حساب بيخدم على حساب الحياة الشخصية مع الرب على حساب قعدته مع الكتاب على حساب تزبيحه وصلواته الخاصة الحياة الفردية اغلق بابك مشتت بيت الخدمة بتشتته بيت الخدمة نشاط النتيجة يضعف روحيا ويطمع فيه ابليس زي مرة ايوب قال كلمة اعتقد فيه ايوب اصحاح اتناشر اسأل البهائم فتعلم ده ايوب اتناشر واي رقم سبع وطيور السماء فتخبر كان بيتكلم الناس اللي بتعبوه وبيقولهم تعبير جميل ان هناك دروس كثيرة تستطيع ان تتعلمها من الكائنات او الخلقها الرب اسأل البهائم فتعلمك وطيور السماء فتخبرك ومن الاية دي انتقل الى سفر تاريخي من اصفار من اصفار التاريخية سفر سمويل الاول احنا كنا في سفر تاريخي يشوع وكنا في الاصحاح السادس سمويل الاول ومتأكد ان الرب يريد ان يكلمك من خلال الحيوانات دي سمويل الاول الاصحاح السادس لما ويمكن الناس كتير منكم يعرف هذه القصة لما تبوت العهد التاخذ من شعب الرب وراح عند العدو العدو تأذى لانه استهان بالتابوت العد التابوت العد مجرد رمز لكن الرمز يعني بيشهد للي بيرمز اليه التابوت العد رمز للرب يسوع وتابوت العد كان عبارة عن صندوق خشب من نوع يقاوم التسوس ومغلف الخشب ده بالذهب وده إشارة لإنسانية الرب يسوع الخشب والذهب وذهب مش دهب عادي اللي كان بتعمل منه تابوت العادي رمز لألوهية الرب يسوع أو ان الرب طبيعتين متحدتين خشب ومغلف ده يعني خشب وده إنسانية ولهو طيب التابوت ده حدث إيه لما تسرى أزى الناس اللي سرقوا التابوت التابوت أزى الناس وقتلقهم كوارس كثيرة أو قوية كل من قلوه بلد تحصل كوارس ليه استهانة بيت قالوا ما خلاص مش هنقدر نحتمل الوجود نرجعه لمكانه وكانه عند شعب بالرب عملوا إيه لما تناقشوا القادة بتعوتهم قالوا لهم هعملوا مركبة ده آية سبعة عجلة يعني مركبة واحدة وجديدة وبقرتين مرضعتين 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 بتردع واربطوا البقرتين إلى العجلة إلى المركبة وارجعوا وارجعوا ولديهم عنهما إلى البيت مرضا بيردعوا بقر صغير خدوا البقر ده ورجعوه افصلوهم عنه وارجعوا وارجعوا الروحي اللي بيحاول يضعف حياتك الروحية بيعرض نفسه للأذى تلحرموا الشعب من الرمز العظيم فتأذوا أي حد بقصد عايز يضعف حماسك لخدمة الرب وعايز يضعف تكريسك للرب يعرض نفسه لمعاملات إلهية لا شك في هذا مع هذا المثل رغم أن الشعب لم يكن جيدا في ذلك الوقت لكن لأنهم خادوا الرمز تعرضوا لأذى عايزين يعرفوا الأذى ده فعلا بسبب اللي احنا عملناه ولا ده صدفة ولا لأي أسباب أخرى الأمراض ده المقاتلة اللي جات فقالوا هنحط التابوت على المركبة والبقارتين اللي بيرضعوا دول هنشيل منهم ولادهم نبعدهم ونشوف البقارتين دول هيعملوا إيه ونحط التابوت على المركبة والمركبة بيجرها البقارتين لو البقارتين بقى مشوا فعلا وخدوا تابوت العهد ورجعوا للمكان للشعب بتاعه يبقى اللي جنة ده أخذوا أخذوا إلهي إذا ما حصل ش كده يبقى نقول اللي حصل ده له أسباب أخرى كان كان ذلك علينا عرضا يعني مش ده السبب بتاعه ففعل الرجال كذلك آية عشرة أخذوا بقارتين مرضعتين مرضعتين يعني بيردعوا وربطوهما إلى المركبة وحبسوا ولديهما في البين آية 11 وضعوا تابوت للرب على المركبة العجلة مع الصندوق حاجات تاني معاه فالآية المهمة قوي 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 هي آية 12 فاستقامت البقارتين في الطريق يعني مشت في خط مستقيم ما فيش تعلم من البقارتين دول ما تشتتوش عايزين يروحوا بسرعة فاستقامت البقارتين في الطريق إلى ناحية بيت شمس اللي هي ملد من شعب الرب وكانت تسيران في سكة واحدة ولم تميل يميناً ولا شمالاً رغم أن في قوة بالمنطقة تقال يوم يعملوش كده فين اللي بنردحه العطفة لا العطفة لم لم تشتت تركيزه عندهم عطفة مش هتتتش ويقول الكتاب كانت تسيران في سكة واحدة وتجأران ولم تميل يميناً ولا شمالاً باسم الرب يسوع تبقى دايماً في أمور الرب ما فيش حاجة بتجذبك ما فيش حاجة بتمشيك يمين وعند ترجع شمال وعند تجي في النص تعلم زي الرب يسوع كده رايح أرشاليم خلاص جيه وقت أرشاليم يقولك سبت وكه نحو أرشاليم من وضع يدعى المحراس الرب دعاني لخدمة تركيز شديد مش هتشتت مش هبص الورا لأن لو بصيت الورا يقولك ده ما ينفعش للخدمة ليه لأن المحراس يحرط غلط من وضع يدعو على المحراس لا ينظر إلى الورا بإسم الرب يسوع أكون متعلم الدرس وأعلن إيماني أن في الأمور اللي من الرب ده الأولا هيبع عندي تركيز زي البقارتين دول مش هقعد أبصي مين مش مال وتردد لا تردد إصرار والكتاب وحيدة ما تكون بقلبك مع الرب وتركيزك مع الرب وفي الاجتماع مركز ومنتبه وعايز تبحث فين الحتة للرب هيكلمني فيها فين الحتة للرب كلمني فيها وأنا في البيت وعايز أكد للرسالة وأنا في الاجتماع ويبقى شخص منتبه بكل كيانه رب عايزك كده زي دول مركزين أنهم يوصلوا بالتابوت إلى مكاني ربي يريدك أن تركز وتعلن إيمانك النيفي في الاجتماعات ما يحصلش تشتيت لزئناك ولو أنت بتتابع الاجتماع عبر الإنترنت لازم توقف في الجرس اللي بيرن تمنع أي تشتيت تبقى بقلبك و مترقب يعني كتابي بيتكلم عن الأبراد والناس اللي كانت بتقعد في البرج كانت مترقبة عايزة تشوف إيه اللي بيحصل مين اللي جاي المدينة مين فيه جيش فيه حرب فيه تركيز كامل باسم باسم الرب يسوع يشوع ستة يكلمك وإذا الكلمة من يشوع ستة مش مؤسرة فيك سموئيل الأول الأصحاح السادس يكلمك التركيز فيه أمور الرب و باسم الرب يسوع ما ما فيش حاجة تمنع تركيزك فيه اللي الرب عايزه منك تبقى بكل قلبك و بكل كيانك ومتتكلمش بمعنى زي ما قال الرب أرسلهم اتنين اتنين وبعدين قال لهم ولا تسلم على أحد في الطريق وتسمع ليه ما نسلمش عن الناس مش قصد الرب إنك تبقى سخيف أو إنما ما تسمحش الناس إنهم يعطلوه عن إنك تبقى في الاجتماع ما تسمحش الناس إنهم يعطلو الخلوة بتاعتك ما تسمحش لظروف معينة إنها تعطل نموك الروحي ما تسمحش لظروف معينة إنها تعطل دعوة الرب اللي على حياتك لازم تبقى باصص للرب ومش مرتبك واسق إن الرب يخليك زي البقارتين دول ماشي صح باسم الرب يسوع لا ترتبك بأمور هذه الحياة ونشوف آية كمان من العهد الجديد شفنا نصين من العهد القديم و نربط آيات العهد القديم بآيات من العهد الجديد إنجيل لقى وهاخد جزء من لقى عشرة و مش صدفة لكن الرسالة دي لي ركز في أمورك الروحية وتعلم أن تركز في كل أمر زي ما يقول الكتاب كل ما تعمله أعمله بكل قوتك طالب بتركز مش قادي تركز تعالى للرب وقال له اديني إن أنا أركز في المذاكرة بأرتين رغم أن في قوة عاطفية عشان ما يمشوش بسرعة ما أصارتش فيه عاطفته منح ولديهما وفيما هم سائرون دخل القرية لقى عشرة قابلت وامراء اسمها مرسى كلنا نعلم هذه القصة ومريم كانت حضرة في بيت مرسى جلست عندها قدمي يسوع عندك أوقات بتجلس فيها عند قدمي يسوع أم لا سؤال وكانت تسمع كلام أما مرسى فكانت مرتبكة هذه التشتيت عدم التركيز في خدمة كثيرة وفي خدام زي مرسى مرتبكين في أمور بيعملوها في الخدمة أمور إدارية أمور روحية وإيه سبب أنهم مرتبكين كده أنهم مجلسوش عند رجلين الرب أولا مرسى تصير مرسى عظيمة لما تبقى أولا بتقعد عند رجلين الرب لأن الأعاد عند رجلين الرب يدي هدو يدي طمأنينة ويرفع الإيمان ويملاك بالحب الإلهي والروح القدس يشتغل فيه مرسى كانت مرتبكة في خدمة كثيرة مرتبكة لو في ناس بتخدم وبسبب الخدمة حياتها ما فيهاش تركيز مع الرب وحبهم للرب مش بيزيد يوم ورا يوم وحبهم لكلمة مش بيزيد إنما عندهم عطاء كثير وأنت تحتاج أن تجلس عند قدمة يسوع محتاج أنك متتكلمش لا تسلم على أحد في الطريق يعني ما تخليش الحياة الاجتماعية والعلاقات تحرمك من ما هو أهم إيه الأهم الأهم في حياة المؤمن علاقته الشخصية الفردية مع الرب مريم كانت مرتبكة في خدمة كثيرة وعلشان كده ردود أفعالها كانت ليست في مشيئة الرب قالت يا رب أما تبالي بأن أختي قد طرقتني أخدم وحدي الرب بيتكلم قل لها أن تعينني أجاب يسوع وقال ودي الكلمات الرب بيقول لك لف حوالين الأسوار عشان تقع وبلاش كلام كتير الرب بيقول لك شيل التابوت جواك شيل يسوع جواك وامشي في الحتة اللي عايزة تمشي فيها وتعلم من البقارتين دول زي ما أيوب بيقول لك تعلم من الحيوانات أجاب يسوع قال لا مرسى مرسى أنت تهتمين وكلمة تهتمين دي نفس الكلمة اللي الرب قال لا تهتموا بشي في اليوناني الاهتمام هنا معناه اهتمام في هم طبعا بدون تركيز بدون ما نقعد مع الرب الخدمة بتاعتها كيبه فيها هم مهموم ليه؟ لأنك ما ركستش ما عادتش معا يسوع شوف مريم عملت جلست عند قدمي يسوع وكانت مركزة تسمع كلام والتانية بتغدم في البيت وهتعد أكل وبتسمع بس بتسمع وهي مشتتة مش بتركيز الجلوس عند قدمي الرب يعني التركيز في الاستماع للرب يعني واحد بيجاي الاجتماع بمخ شت كده بدل ما يقول الرب طب ما تخليش مخ شت ويصلي واحد تاني قبل ما ييجي الاجتماع قعد مع الرب وقال احفظ تفكيري في الاجتماع واحفظ انتباي ما تخليش حاجة تعطني ما تخليش حاجة تاخدني ما تخليش حدي ياخد من الوقت بتاعت معايا لما كانوا يشتغلوا يوم السبت كانوا يتعرضوا لعقوبة حاجة خدتهم من الراحة وراحتك لما تيجي الاجتماع انت جاي وعايز الرب يتكلمك ومتأكد ان الرب هيتكلمك ومركز قوي ومش بتعمل حاجات وانت بتسمع ما هي دي مرسى البيت هي قعدة بتاخد اجزاء كلام من اللي بيقولوا الرب لكن بخت ده مش وقت نعمل اكل وكده ناخد من الرب بعدين هيبع عندنا قيادة والرب هيعطينا ان نخدمه الخدمة التي تفرح قد مرسى مرسى انت تهتمين وتضطربين لاجل امور كثيرة وتهتمين هنا يعني تشيلي هم شيء هم ان اللي بتعمله يبقى مش كويس ان ده مايعجبش الرب ده عند حم بسبب ايه بسبب عدم التركيز وباسم الرب يسوع تحصل نحضة في حياتك كده وتصحى بادري وتقرأ في الكلمة وتصحر وتقرأ ويبقى عندك تركيز واخد الرب حط جواك انك تدرس مثلا نجيل لقى بحماس مفيش حاجة هتشتتني مش هتكلم مش هسمع ناس هسمع الرب في الوقت ده و اسمع الرب عايزك تتملق بايه شغلك بالروح القدس شغلك بسفر من اصفار الكتاب شغلك بانك تدرس شخصية كتابية وتبقى مركز في تركيز ولا تسمح للسعالم الصغار ان تشتت امنحها ابليز بيبعت حاجات كده تشتت ولما تبقى جاي الاجتماع وتسمع بقى اخبار عن شغلك اعرف ان ده خطة شيطانية على شأن بدل ما تبقى في الاجتماع مستعد مش يقولك كده عن عزرة هيا كان بيهيا قلبه ابليز عايز بقى شتتك واحيانا بأكد انه كتير يشتتنا في امور مش في حد ذاتها خطية بل قد تكون امور في الخدمة لكن خدت من التركيز تركيز الناس اللي عايز تهد الصور او تركيز الناس اللي ماشيين في خطة الهية زي البقارتين اجاب يسوع قال لا مرسى مرسى انت تهتمين والتطربين لأجل امور امور كثيرة ولكن الحاجة الى واحد الحاجة ان تركز وقال وقال ايه ايه برضو معروفة وتكررت اكثر من مرة احيانا تلاقي الكلام الرب قاله في مناسبة وقاله في مناسبة اخرى وده في درس ان حين الرب يبعث لك الحاجة الكلمة في اجتماع بعد انت احضر اجتماع تاني يبعث ثالث فمن الكلمات التي تكررت كادت في في العزة على الجبل متى خمسة ستة سبعة ثلاثة سحاط دول فيهم حاجات الرب قالهم في مناسبات اخرى ولو انت بتخدم الرب ممكن يبع عندك رسالة مش خطأ انك انت تقولها كما يريدك الرب نفس الرسالة في المكان ده في المكان ده في المكان ده لان الرب كان يفعلها كسا في بعض اقوال سراج الجسد هو العين ايه 34 فمتى كانت عينك بسيطة لما تكون العين سليمة تشوف كويس وبالتالي تشوف النور فجسدك كانت عينك بسيطة يعني ايه بسيطة وفي اللغة اليونانية الكلمة تتحدث عن عين سليمة بس كمان بتتكلم عن حاجة single focus يعني تركيز الشخص على حاجة التركيز وعشان كده انا قرعت هذا النص ان عينك تب شايف ايات الايمان مش بشتتها الواقع اللي عكس الايمان دي العين اللي focus بتاعها واحد تركيز على حاجة والرب بيقول ان ده المفتاح ان تب من جوه مليان نور مفيه ظلم ما ما فيش نجاسة ما فيش قلق ما فيش خوف ما فيش ارتباط عشان انت مركز ده معنى العين البسيط مركز عندك مشكلة بس مركز على وعود الرب بتسلق بتركيز مع الايات وليس مع العيان العين الشريرة العين المشتتة لانها مش سليمة ممكن تشوف حاجات مش ماشية معا واعلن ايمانك كده ان الرب يعطيك بالروح القدس الرؤية اللي فيها تركيز هي دي العين البسيطة احدى المعاني بتاعتك كلمة في الاصل اليوناني اللي تكتبت فيه الموعزة على الجبل واللي تكتب فيه انجيل اصحاح حضاتي واشكر الرب معي من اجل انها يديك قدرة بالنعمة ان تركز ولا تسلم على احد في الطريق يعني بتمنع اي حد هيحك معاك ويعطى الوقت خلوة شخصية خلوة فردية اجتماع خدمة في تركيز والبقارتين هو الرب بتحكم في القادة بتعود اللي سره وتابوت عشان يقولوا الطريقة دي كعلامة لاني يعني يعني الرب قال لبطرس ويحن اعد لنا الفصل يعني يروح اتباح الخروف وعشان اناكل الفصل ده في عيد الفصل مش زي ما قال الرب ولم يعطل احدهما الاخر يا رب لا تسمح بناس تبقى قريبة منا تضعف حماء سنة لخدمتها ولا تسمح لاشخاص يبقوا في الدائرة القريبة منا يكون سبب في ان الحرارة الروحية اللي عندنا تقل طالب الرب في كده ان البقارتين معطلوش بع اشكر الرب معي لانه لما بيبعت كلمة يبقى بكل تأكيد سيساعدنا في تعطى مزمور سبعة وعشرين التركيز ثم التركيز ثم التركيز الرب مسقلك بنفس ركز في صلاتك من اجلها الرب كلفك بخدمة يقولك زي داود لم يعطي عينه ينام الى ان ركز وقدر الحاجة لرب عايزك تعملها قدرها جدا دي اسمن حاجة في حياتك ان الرب مكلفك تعمل حاجة اسمن شيء لدي تعمله انتباه وتركيز وبعناية مزمور سبعة وعشرين وهو من المزامير المعروفة اللذيذة الهامة متأكد ان الشيطان بيحاول يشتت لو انت خادم عايز يعمل حاجات تاخدك من الدعوة بتاعتك تاخدك من التركيز بتاعك الاجابة ركز مع الرب ومع الدور بتاعك والرب هيتحكم في كل حاجة ما تخافش مش انت اللي هتغير هو اللي هتغير مش انت اللي هتطلع نفسك من الفخ لو فيه فخ الرب هو اللي هيكسر الفخ الفخ انكسر ونحن انفلت مزمور 27 شوف التركيز استغنم الكتاب المقدس في الحديث او الاشارة الى التركيز والعين اللي بص على في اتجاه واحد والفوكس بتاعها في حتة وحدة بانه استخدم كلمة واحدة وارى اية من بسرعة من العادة القديم مع اية من العادة الجديد واترك لك ان تبحث عن ايات اخرى اية اربعة واحدة في التركيز واحدة سألت من الرب واياها التمس يعني سؤال والتماس ده بتركيز واحدة ايه ان اتمتع بالرب ده معنى ان اسكن في بيت الرب كل ايام حياتي وهو بيصلي انه لا يحرم عنده تركيز صلاته واحدة سألته من الرب واياها التمس ان اسكن في بيت الرب كل ايام حياتي عايز اتمتع هو كده ده تركيز ويصلي انه يبقى في بيت الرب عشان يتمتع لكي انظر الى جمال الرب واتفرص تركيز فيها الكريم رسالة في لبي لو مدعو لخدمة معينة ما تشتتش نفسك ركز 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 تتأمل حقلا يبقى مركزة عشان تاخده يقول كده عن المرأة اللي ليه علاقة مع الرب تتأمل حقلا فتأخذ تتأمل يعني تركيز النتيجة ان الحقل مش بيضيع منها الدعوة بتتحقق اعلن في هذا الاجتماع ان إبليس ما يقدرش الشتتك وما يقدرش يضع في صلاتك الأساسية بالرب دعيك نتصلي من أجل أمر وانت بقى مشتت زي مرسى كده أعلى من رسالة فيلم أفعل شيئا واحدا هدي التركيز ده تعبير ان دي الحاجة اللي مالي قلبه اللي مالي قلبي ان انا ارجع زي ما كنت زمان نار عايز اخدم عايز اكرز عايز اجيب نفوس عايز احضر اجتماعات صلاة تركيز بيش بيش اسمح بحاجة تعطرني عن الدعوة اللي الرب دعاني اليها افعل افعل شيئا واحدا ايا 13 في لبي 3 انسى ما هو وراء مش هبقص بقى ايه اللي عملته قبل كده لا 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 مش اضيع تفكيري انسى ما هو وراء انا من اللحظة دي عايز اخدم الرب عايز صلاة تنقل جبال عايز صلاة تغير نفوس عايز صلاة تعمل نعضة في حياة عائلات انسى ما هو وراء ده معناني عنده اختبار حاجة حقيقية الرب بيقولك كن حقيقيا اطلب مش بتاخد ليه لانك مش بركز في الصلاة بيصلي ازاي ابي فراس يقول عنه بوليس انه كان في الصلاة بيجاد بركز من اجل الناس اللي كانوا في هذه المنطقة في كلوسي المجاهد لاجلكم بالصلاوات مجاهد ده مجاهد يعني ايه يعني في حاجات هتعطل الصلاة ضدها قرر بالروح الروح اطال هيعمل صهرة مع مؤمنين يصلوا للصبح على شاد الرب يتمجد في عائلاتهم اي امر الرب سقلهم بيه خلاص الصرار انسى ما هو اراء وامتد الى ما هو خده رسالة لإقاف كل تشتيت في التفكير وفي الانتباع لما يقول على الروح شوف ساموئيل وغا صغير يتعلم يقول يتكلم يا رب انا مصغي مصغي عايز 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 اسمع مع مريم نجلس بتركيز عند قدمي الرب ومع البقرتين المرضعتين ناخد قوة عشان نحقق اللي الرب عايزه مننا ومع الشعب المطيع ليشوع سنركز على سقوط الأصوار ولن نمنع ولن نسمح بكلمات تضعف حماسنا يا رب اشكرك انك تعطينا العين البسيطة المركزة يا رب اشكرك انك تعطينا ان نكون في صلواتنا مثل داوود في مزمور سبعة وعشرين وتعطينا وتعطينا ان نكون لو انت مسققل بناس رب يعطيك ان تركز من اجلهم في صلواتك تبقى زي ابي فراس بالمناسبة ابي فراس مذكور في كلوسي الاصحح الرابع ابي فراس عبد للمسيح مجاهد كل حين لاجلكم بالصلوات واختم بآية من تموساوس التانية انت جندي اشترك كجندي صالح ليسوع المسيح حياة روحية كده تبقى فيها جنون مركزين لا نسمح للعالم ان يضعف حرارتنا الروحية اصحاح اتنين في الرسالة التانية التي تموساوس ايه اربعة ليس احد وهو يتجند يرتبق باعمال الحياة طب يا ربي احنا بنرتبق بنرتبق بامور تتعلق بحياتنا الارضية لكن انت تستطيع ان تعطينا سلام في قلوبنا وثقة انك تعتني بكل امورنا الارضية لاننا نريد ان نكون جنودا لك ليس احد وهو يتجند يرتبق باعمال الحياة عشان عايزي بجندي بشجع كل واحد بيسمعني ان يقول كده عايز استمر جندي للمسيح في جيش المسيح الى اخر يوم لي على هذه الارض امور الحياة الارضية لا تأخذ من تركيزي ولا تحدث اي ارتباك في داخلي ليس احد وهو يتجند يرتبق باعمال الحياة واما ما دقينا كده قبل ما تنام فكر كده الرب كلمك في ايه وركز كده في صلاة قلبية غير تاركين اجتماعنا ركز انك انك تبقى ملتزم في الحتة اللي الرب عايزك تحضر فيها والذي ابتدأ فيكم عملا صالحا هو نقف جميعا في محضر الرب الان ترجمة نانسي قنقر